شارك سعادة الدكتور عبدالطيف بن راشد الزياني وزير الخارجية في اجتماع التروياك العربية التي تضم مملكة البحرين والمملكة العربية السعودية وجمهورية العراق مع أعضاء مجلس الأمن الدولي الذي عقد في مقر الأمم المتحدة في نيويورك وقد ألقى وزير الخارجية في الاجتماع كلمة أكد فيها أهمية الاجتماع المشترك بين مجلس الأمن وجامعة الدول العربية في كل ما من شأنه تعزيز الجهود للحفاظ على الأمن والسلم الإقليمي وتسوية للزاعات في المنطقة العربية بالوسائل السلمية وقال إن المنطقة العربية تواجه في الوقت الراهن العديد من الصراعات والأزمات وفي مقدمتها الصراع الفلسطيني الإسرائيلي واستمرار النزاعات في ليبيا والسودان وسوريا واليمن والصومال علاوة على خطر الإرهاب بأنواعه وثمن وزير الخارجية الدورة البارز الذي يقوم به مجلس الأمن في معالجة مختلف الصراعات القائمة وقال وزير الخارجية إن القمة العربية في دورتها الثالثة والثلاثين قمة البحرين التي عقدت في مايو الماضي برئاسة حضرة صاحب الجلال ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه أكدت على الموقف الثابت للدول العربية في الدعوة إلى السلام العادل المستدام في المنطقة وتبنت عددا من المبادرات البناءة من بينها الدعوة لعقد واستضافة مملكة البحرين مؤتمر دولي للسلام في الشرق الأوسط لحل القضية الفلسطينية على أساس حل الدولتين لإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة وعاصمتها القدس الشرقية ودعم الاعتراف الدولي بها كدولة كاملة العضوية في الأمم المتحدة ترجمة نانسي قنقر